أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء على أهمية الدورات والتمارين العسكرية المشتركة التي تسم في تطوير مستوى التعاون والتنسيق العسكري بين الدول الشقيقة والصديقة سموه لفت إلى أن مملكة البحرين ستظل دوما داعما رئيسيا لتعزيز التنمية وتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار بالمنطقة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمنا وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري والفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وسعادت السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادت الفريق الركن ذياب بن صغر النعيمي رئيس هيئة الأركان الفريق بحري شارلز براد كوبر قائد القواد البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس حيث قدم لسموه المنظمين والمشاركين في دورة قائد المكون البحري للقوة المشتركة الذي يمثلون أحد عشر دولة من الدول الشقيقة والصديقة إذ تقام الدورة خلال الفترة من الرابع عشر وحتى الثامن عشر من أغسطس الجاري في مملكة البحرين بتنظيم من كلية الحرب البحرية الأمريكية وقد رحب سموه بهم متمنيا لهم التوفيق والسداد وأن تحقق الدورة الأهداف المرجوة منها وأشار سموه خلال اللقاء إلى متانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية صديقة في شتى المجالات خاصة العسكرية والدفاعية مشيرا إلى حرص المملكة دوما على موصلة تعزيزها بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة للبلدين الصديقين وفتح أفاق أرحب في مسار العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة كما جرى خلال اللقاء استعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وأخر المستجدات على الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر